هذه الفقرة برعاية نور المال صباح الخير مشاهدينا اليوم رح نحكي عن تسمية العملات العالمية الكبرى طبعا تتنوع تسمية العملات العالمية بتنوع الثقافات والبلدان وتاريخها وأيضا مصطلحاتها الخاصة كون أن العملة كتير بتشكل جزء من الشخصية المميزة للبلدان اليوم رح نستعرض أصل تسمية العملات العالمية الكبرى الدولار إجا أصل التسمية من وادي يواخم اللي موجود بألمانيا أصلا اسمه يواخمستال بإحدى اللغات الألمانية الدنيا وكونه ما كان بيتواجد العديد من المناجم الفضة فيه سميت العملات المسبوكة من فضته يواخمستالر ومن ثم اختصروها لاحقا إلى تالر بعدها تم تحريفها إلى الدولار وهو اسم العملة اللي اليوم نحنا بنعرفها استخدمت هاي العملة بداية في التشيك والمجر والنرويج والدنمارك وعدة بلدان أخرى وما تم استخدامها باسمها الحالي إلا في القرن السابع بهولندا بيستخدموا الدولار اليوم في كل من أمريكا وأستراليا ونيوزلندا وكندا وسنجابور وفيجي وأماكن كتير متعددة حول العالم الليرة إيجا أصل التسمية من وحدة وزن رومانية أديمة كانت تدعى ليبرا وطبعا هي بتقابل الباوند اليوم أول العملات اللي سميت بهذا الاسم كانت عملات رومانية أديمة سميت باشتقاقات لفظية متعددة مثل ليرة أو ليبرا أما في العصر الحديث إيجا تسمية العملة الإيطالية بهذا الاسم لغاية ما إيجا تغيير العملة لاحقا إلى اليورو وكان هذا الحكي سنة 2002 وكذلك العملة التركية بالإضافة إلى الليرة هو عبارة عن لفظ محلي لعدة عملات مثل السورية وأيضا اللبنانية يوان ين وون طبعا هاي التسمية كلها إجت من خلال محرف صيني بمعنى مستدير تم اشتقاقه لاحقا لحتى يعطي الين الياباني وأيضا اليوان الصيني والوون الكوري أسماءها الحالية من الجدير ذكره أن الاسم الفعلي للعملة الصينية هو ريني ميني لكنها تعرف بشكل شائع بكلمة يوان وأصبح هذا الاسم هو الاسم العالمي لإلها لاحقا الريال يشتق الريال اسمه من الكلمة اللاتينية ريجاليز واللي أصلا معناها ملكي هلأ ما فيه أي مصدر بيحدد أول استخدام للعملة تدعى بهذا الاسم لكن كان من المعروف أنه هو قيد الاستخدام في الامبراطوريتين الإسبانية والبرتغالية لفترات متقطعة نتيجة النفوذ البرتغالي السابق في منطقة الخليج انتشرت هاي العملة هناك كتير وصارت بعديها العملة الرسمية لكل من السعودية واليمن وعمان وقطر والبحرين وأيضا إيران الدينار من غير المعروف مصدر هاي التسمية الأصلية من وين جاء لكن العملات الحالية المسمى دينار تستمد اسمها من عملة رومانية دهبية قديمة كانت تسمى ديناريوس باللاتينية وتم استخدام عملات بتحمل نفس الاسم لاحقا في عصر الدول الإسلامية المتعاقبة من بعدها إجاء استخدام هاي العملة مجددا في القرن العشرين في كل من الكويت والأردن والجزائر وأيضا دول أخرى الباوند ويعرب عادة بكلمة الجنيه وبيرجع مصدر هاي التسمية إلى كلمة باوندس اللاتينية واللي بتعني الوزن واللي تم تحريفها لاحقا إلى باوند وهي وحدة وزن مستخدمة حاليا في الولايات المتحدة وأيضا في المملكة المتحدة مش معروف أين تبلشوا استخدام هاي التسمية إلا أن ذلك كان بعد الغزو الأنجلوساكسوني للجزيرة البريطانية كانت العملة وقتها بتساوي قيمة باوند من الفضة تستخدم العملة اليوم في المملكة المتحدة كما أنها التسمية العالمية للعملات السورية واللبنانية والمصرية وأيضا السودانية وواضح في النهاية أن العديد من العملات بتستمد أسماءها من وحدات قياس للوزن أو من كلمة وزن نفسها ويعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى كون العملات كانت تسك من أوزان معينة من المعدن الثمينة وبترمز قيمتها لقيمة وزن محدد من المعدن الثمين اللي بتصنع منه ما بدنا ننسى مصاريك بأمان مع نور المال هذه الفقرة برعاية نور المال